في إطار إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق وخلال زيارة الميدانية لسد المنع الذي يتضمن محطة الضخ واحد ومحطة الضخ اثنين قال رئيس الحكومة عزيز خنوش إن الهدف الذي حدده هذا المشروع يتمثل في بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا بفضل المجهودات ديال وزارة الماء ولا الاجونس ديباسان ديال الماء ولا وزارة الفلاحة ولا العنفة وكذلك وزارة الداخلية ووزارة المالية تعمل من مشهود كبير من طرف الحكومة أن هذا المشروع يخرج في الوقت دياله وهذا كذلك بالفضل وحد العدد ديال المقاولات مغربية لبينة الحنكة ديالها وعلى العمل ديالها وقد تطلب إنجاز هذا المشروع ما يناهز تسعة أشهر حيث تم الشروع في تشغيله تدريجيا لإجراء التجارب اللازمة وتحويل المياه بصبيب أولي لا يتعدى ثلاثة أمطار مكعبة في الثانية وستتم في غضون الأسابيع القادمة زيادة تدريجيا في صبيب المياه ليصل إلى خمس عشرة متر مكعب في الثانية مما سيمكن من تحويل حجم سنوي من فائض مياه حوض سبو يتراوح بين ثلاثمائة وخمسين وأربعمائة مليون متر مكعب ويتكون هذا المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي ستة ملايير ديرهم من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع على وادي سبو وسبعة وستين كيلومترا من القنوات الفولاذية بقطر ثلاثة ألاف ومائتي مليمتر ومحطتين للضخ بصبيب خمسة عشر متر مكعب في الثانية وحوض لإيصال الماء لحقينة سد سيد محمد بن عبد الله ترجمة نانسي قنقر